تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع تطوير منطقة مثلث مسبيرو وذلك لمتابعة معدلة تنفيذ المشروع على أرض الواقع وفي مستهل جولته التفقدية أكد مدبولي أن منطقة مثلث مسبيرو من المشروعات المميزة التي حرصت الدولة على تطويرها بعد أن كانت تمثل إحدى المناطق العشوائية غير الأمنة وذلك لتوفير سكن ملائم للمواطنين ليصبح مشروعا حضاريا متكاملا على أعلى المستويات وأوضح مدبولي أن الدولة أوفت بوعودها بتطوير هذه المنطقة دون إلحاق أي ضرر بساكنيها وشدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة في التنفيذ وبأعلى جودة مع سرعة إنهاء أعمال تشتباط أبراج السكن البديل بالمشروع لإعادة تسكين المواطنين بها قريبا وذلك وفقا للتكلفات الرئاسية في هذا الشأن